الحديدة في واجهة الأزمة والحرب مجددا فهذه المدينة والميناء الرئيس على البحر الأحمر تتحول شيئا فشيئا إلى عقدة الحرب في اليمن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العقيد صالح المالكي اتهم في أحدث مؤتمراته الصحفية ميليشيا الحوث الانقلابية بتحويل الحديدة إلى معسكر تدريب على مهاجمات السوفن والمدمرات وحاملات الطائرات وعلى استهداف حركة الملاحة البحرية وعرض المالكي تأكيدا للمعلومات التي أوردها في المؤتمر الصحفي مشاهد الاستهداف قاربا مفخخ أطلقه الحوثيون مطلع هذا الأسبوع على ناقلة نفط سعودية قبالة ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر مهمة الحوثيين تزداد تعقيدا في البحر الأحمر في ضوء المعلومات التي أوردها المتحدث باسم التحالف وأكد فيها أن الميليشيا تستخدم رادارات لرصد السفن البحرية للتحالف والسفن التجارية التي تعبر باب المندب وأن أدلة تتوفر لدى التحالف على وجود خبراء جانب في اليمن لدعم مهمة كهذه اللافت في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للعقد المالكي هو إعادته طرح المطلب القديم للتحالف بشأن إشراف الأمم المتحدة على الحديدة وتأكيده ضرورة أن تأخذ الأمم المتحدة المبادرة من أجل استلام ميناء الحديدة من الميليشيات الحوثية المسلحة لمساعدة الشعب اليمني وحفاظا على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بحساب المالكي الدعوة التي كررها التحالف عبر المتحدث باسمه أكدت أيضا وجود مسؤولية على المجتمع الدولي في حفظ الأمن والاستقرار في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وفي أخذ المبادرة من أجل إخضاع الجماعة الحوثية للمتطلبات الدولية لمراقبة وإدارة ميناء الحديدة دعوة يبدو أنها لم تلقى آذان صاغية من قبل الحوثيين الذين أسمعوا نائب المبعوث الأممي كلاما تصعيديا يضع البحر الأحمر أمام تطورات خطيرة في ضوء إصرار الحوثيين على إبقاء الحديدة تحت نفوذهم مهما كلفهم الأمر ترجمة نانسي قنقر